وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت فقال أكثر من ذكر هاذم اللذات وهاذم اللذات أي قاطعها والموت ما ذكر في ضيق إلا وسعه ولا في شدة إلا ضيقها فلسان إذا تذكر العرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وتذكر الوقوف بين يديه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا وتذكر أن أسراره جميعا ستبلى بين يدي الله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وتذكر مجيئه كما خلق كما بدنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فكل ذلك يرفعه من غفلته ويحيي قلبه ويذكره بما أمامه وقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ملاقوا الله حفاتا عراتا غرلا مشاتا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقرأ هذه الآية وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون